حاجة مهمة النادي الاهلي عنده اتنين محللين اداء خلق بالك من كم سنة كده ما كانش محللين اداء دول حاجة مهمة في الفرق او في الاجهزة الفنية في الوقت المرسل كورر معاه اتنين محللين اداء في الفريق وهو طلب دلوقتي واحد زيادة يعني طلب تلاتة يبقوا موجودين محللين اداء في الفريق عايز ليه تلاتة اللي موجودين دلوقتي طبعا ياسين ميكاري وكرم شيتوس دول اللي موجودين دلوقتي هو عايز ديف عنصر تالت عشان هو شايف انه الاهلي ارتباطاته كثيرة جدا وفي بطولات مختلفة وبالتالي هو عايز يبقى موجود او المحللين اللي موجودين على مستوى الحدث طول للوقت كل واحد يشتغل في التجاه اللي يشتغل في الدولة يشتغل في بطولة افريقيا يشتغل مثلا على نقاط القوة في الفريق اللي يشتغل على نقاط ضعفها محلل اداء ده دلوقتي ايد ورجل اي مدير فني هتقول لي يعني ايه؟ يعني المدير فني بيعمل ايه؟ هقولك عشان برضو اشرح لك فكرة المحلل اداء ده بيعمل ايه في حياته يعني ودي نقطة مهمة برضو عشان الناس كتيرا ما تعرفش يعني ايه محلل اداء مش عايب يعني ان انت بتعرفش عشان احنا حاجة جديدة علينا برضو في مصر مش حاجة موجودة طول الوقت محلل اداء هو شغلانته انا مثلا الاهلي هلاعب المباراة اللي جاية التراجي التونسي فمحلل اداء دوت بيمسك التراجي التونسي فريم فريم سنة سنة خط خط لاعب لاعب والله الباكرايد بتاع التراجي سريع جدا وبيعمل اوفرات وموجود في النص الهجومي اكتر من نص الدفاع فممكن نلعب في ظهره مثلا اللاعب مثلا اللي في نص الملعب ده دايما بطيء في الارتداد الدفاعي لما يبقى فيه هجم الفريقه فممكن نشتغل وراه خد بالك المهاجم بتاع الفرقه دي رأسياته كتير عشان ارقامه واحد اتنين تلاتة اربعة فبيعمل العرضيات لما بياخد عرضيات بيجيبها نسبة الاهتاف بتاعته بتبقى نسبة كبيرة بيبص تفاصيل بالجملة ده ايه على المنافسين تعال بقى على فرقيتك هو قاعد متابع اثناء المباراة وبعد المباراة اثناء المباراة يبعت للمديل الفني يقول له خد بالك الباكرايد اللي عندك مجوده قال خد بالك الباكرايد اللي عندك الفرق اللي قدامنا بتلعب عليه خد بالك الباكرايد اللي عندك عمل اربعة ميسبة صورة بعض فواضح ان هو خارج تركيزه ويبدأ يقطع فيديوهات لكل لعب ما بعد المباراة اللي فرقته يقول لك والله اللاعب بتاعنا ده كانت اخطاءه واحد اتنين تلاتة في المباراة وعمل اربعة خمس ستة حلوين اوي طب هو بيهاجم كويس اوي بس بيدفع قل فمحتاجينه في المباراة اللي جاية دي عشان المباراة اسهل شوية لكن لو مباراة صعبة بتاعنا اللاعب الفلان دوت اللي بيدفع اكتر ده كله ده شغل محل الأداء بس بالأرقام بقى هتقول لي ما المدير الفني بيبص اه المدير الفني بيبص واثناء المباراة ويقعد يفرج وكده التاني بقى بيأكد له وجهة نظر نظر اللي هو المدير الفني بالأرقام انا محل الأداء بديك مدير الفني أرقام بقى لكل اللاعبين دوت سواء المنافسين او لعبتك فادور مهم جدا جدا يعني